اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نسبة الالتزام بالمنشآت المعنية بقرار حضر العمل تحت الأماكن المكشوفة في شهر يوليو الماضي بلغت 99% وقالت الوزارة أنه تم القيام في شهر يوليو الماضي ب 6481 زيارة ميدانية للتفتيش على القطاعات التي شملها قرار حضر العمل في الفترة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا والرابع عصرا خلال شهر يوليو وأغسطس وقد أظهرت نتائج التفتيش أن الغالبية الكاسحة من المنشآت قد التزمت بتنفيذ القرار فيما سجلت الوزارة 64 مخالفة فقط حيث بلغ عدد العمال المخالفين في مواقع العمل 120 عاملا فقط لافتا إلى أنه سيتم إحالة محاضر تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دكتور محمد علي الأنصاري أن هذه النسبة تعكس الالتزام الكبير والإيجابية في تطبيق القرار كما يعكس انخفاض عدد المخالفات العملية ومستوى الوعي بأهمية تأمين بيئة العمل الآمنة والصحية فضلا عن إدراك المنشآت لمضامن هذا القرار الذي يراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية للعمال وسلامتهم ويحسن من مستويات الإنتاجية في المؤسسات والشركات المعنية